السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وحب بمسلسل الناجية الوحيدة إليكم توقعات وتسريبات الحلقة 13 من مسلسل الناجية الوحيدة ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفع زر التنبيهات لكيصلك كل جديد شاهدنا في الحلقة السابقة عندما أخذ عدنان وصائح إلى المخفر ولم يكن لوصائح نية أن تشتكي على مبارك فهل سيقنعها عدنان أن تدخل مبارك السجن وتأخذ حقها من العدالة أم أنها لن تشتكي هذا ما سنشهد في الحلقة القادمة أما ستصبح تتفهم وضع شهد وسبب حبها الكبير لها وسيصبحنا صديقات ليالي بعد أن عرحت الحقيقة ستصبح تكره والدها وتخطط أن تنتقم من عمتها وصائف لأنها قتلت والدتها وأتوقع أيضا أن طلالة سيواجه هديل ويحكي لها الحقيقة لأنه لا يريد أن يظل يتهرم منها بهذه الطريقة عدنان سيرى ليالي وسيفرح كثيرا أنها نفدت من الحريق وأتوقع أن نواف سيطلب من ليالي أن لا تحكي أي شيء أنه هو الذي ننقذها لأنها إذا تكلمت ستخرب حياة نواف إلى هنا وصلنا إلى نهاية